في الحلقة الماضية اطرقت لجريمة القاتل العمدة وكذلك الجريمة دي التسميم ووقفت عند الفصل 404 والآن مع تتمة باقي الفصول اللي كتعلق بهذا الباب والفصل 105 نصه ما يلي من ساهم في مشاجرة أو عصيان أو تجمع ثوري يرتكب ثناءه عنف أفضل إلى موت طبق الشروط المشاري إليها في الفصل 103 يعاقب بالحفص من سنة إلى خمس ما لم يستحق عقوب أشد باعتباره مرتكبا للعنف أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحرضون على المشاجرة أو العصيان أو التجمع الثوري فيعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشاري إليها معنى هذا الفصل قال لي شي واحد سهم في شي صدا في شي دابزة في شي عصيان في شي طورة أو هذه التجمعة ديالها وفي هالعنف رغادي التعقب بالحفص من عام حتى الخمس سنة ما لم يكن فعله أشد وقايستحق عليها عقوبة أكثر أما اللي كينضموا الرؤساء واللي تيدبروا هذا الشيء واللي تيحرضوا عليه فعندهم العقوبات الأشد كأنهم هما اللي داروا هد الفعل فمثلا لك القتل العمد والعقوبة دياله ثلاثين عام حتى هما يتعقبوا ثلاثين عام وخم قتلوا ولكن غير بصفة هم رؤساء ومنظمين ومدبرين ومحردين المشاجر والعيسيان والتجمع الثوري لتبتك في العنف فهذا يمشون الفصل بعمية وستة نصه ما يلي من ساهم في مشاجرين أو عيسيانين أو تجمع ثوري وقع أثناءه ضرب أو جرح يعاقب بالحفص من ثلاثة أشهر إلى سنتين ما لم يستحق حقوبة أشد باعتباره مرتكبا لهذا العنف أما الرؤساء والمنظمون والمدبرون والمحردون على المشاجرات والعيسيان أو التجمع الثوري فإنهم يعاقبون كما لو كانوا هم الذين ارتكبوا أفعال العنف المشارئ إليها هذا الفصل بحاله بحال الفصل الربعمية وخمسة غير الفصل الربعمية وخمسة هذا العنف أدى إلى الموت أما الفصل الربعمية وستال فعل فيه كي أدي الجرح وبالتالي العقوبة دياله هي ثلاثة شهر حتى العامين ودي من الرؤساء والمنظمين والمدبرين والمحردين هذو عندهم عقوبة دائما لأشد الفعل الأصلي كي هي اللي كتبق عليهم غادي نمشيوا الآن الفصل الربعمية وسبعة وغادي نلقاوه كي نسأل أنه هو من ساعد عن علم شخصا في الأعمال المحذرة أو المسهلة لانتحاره أو زوده بالسلاح أو السم أو إلى دوات لازمة للانتحار مع علمه بأنها ستستعمل لهذا القرض يعاقب في حالة وقوع الانتحار بالحرس من سنة إلى خمس فضاعف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ضد قاصر أو ضد امرأة بسبب جنسها أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو إذا ارتكبت من طرف أحد الفروع أو أحد الوصول أو أحد الإخوتي أو الكافر والطريق والخطب أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلف برعايتها هنا كي يقول لك الفصلة بالمئة وسبع أي واحد حرد على الانتحار أو أعطى شيء آذاذ أو وسيلة لهذا الشخص أنه يدير هذا الفعل الذي يقتل رسو وما إلى ذلك ستكون لديه العقوبة للحبس من عام حتى الخمس سنين أما إذا كان هذا الإقتل رسو قاصر أو مرأة أو زوج أو زوجة أو فرع أو أصل أو أي شيء واحد عنده السلطة عليه فغيرت تعاقب ضعف ديال العقوبة أي من عامين حتى العشر سنين الفصلة بالمئة وثمانية نصه ما يلي يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل من جرح أو ضرب عمذا طفلا دون الخامسة عشر من عمره أو تعمد حرمانه من الثغذية أو العناية حرمانا يضر بصحته أو يرتكب عمذا ضد هذا الطفل أي نوع آخر من العنف يوليدا فيما عذا الإيداء الخفيفة هنا هذا الفصل ينص على أن الحبس من عام حتى الثلاث سنين هو العقوبة التي تطبق على أي واحد ضرب شي دريه قل من خمسة عشر عام أو ما أعطاه شيئا أو ما يهتمش به أو دري شي فيه لك يضر بالصحة دياله الفصل أربعمائة وتسعود كان ينص على أنه إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيداء أو الحرمان المشاري إليه في الفصل السابق مرض أو ملازمة للفراش أو عجز عن العمل تتجاوزه مدته عشرين يوما أو إذا توفر سبق الإصرار أو الترص لإستعمال السلاح فعقوبة الحس من سنتين إلى خمس ويجز علاوة على ذلك أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من أحد أو أكثر من الحقوق المشاري إليها في الفصل الربعين وبالمنع من الإقامة من خمس إلى عشر سنوات هذا الفصل كان ينص على أنه كالضعف العقوبة ضد الفاعل لكي يعنف الطفل أو كيحرمه من التغذية أو العناية الفصل الأربعمائة وعشرة إذا نتج عن الضرب أو الجرح أو العنف أو الإيداء والحرمان المشاري إليه في الفصل الأربعمائة وثمانية فقد عضوين وبوترها والحرمان من بفعتي أو عاما أو عور أو إيعاها دائما أخرى فإن عقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة أما إذا نتج عنه الموت دون أن يقصد الجاني إحداثه فإن العقوبة تكون هي السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة وفي حالة حدوث الموت دون أن يقصد الجاني ولكنه كان نتيجة لأعمال معتدة فإن العقوبة تكون السجن مؤبدا وإذا كان الجرح أو الضرب أو العنف أو الإيداء والحرمان قد ارتقب بقصد إحداث الموت فإن الجاني يعاقب الإعداء هناك يعطينا التفصيلات ديال التعنيف القاصر بدون خلصة عشر سنة وعلى حسب الحالة أي العقوبة تكون من عشر سنين حتى الإعداء على حسب القص الجنائي ديال الجاني وعلى حسب الفعل دياله وشنون تجعله واش الموت واش العهل المستديمة واش كيقصد أنه دير هاد الجريمة واش ما كيقصدش واش هو مول في دير هاد الجرائم واش ما أول مرة كل هاد لا يعتبارات تدخل في التحديد ديال العقوبة اللي غادي تطبق على الجاني اللي عنا في القاصر الفصل 411 نصه إذا كان مرتكب الجريمة أحد أصول الطفل الموجنى عليه أو شخصا له سلطة عليه أو مكلفا برعايته فعقوبته على التفصيل الأثي في الحالات المشار إليها في الفصل 480 الحبس من سنة إلى خمس في الحالات المشار إليها في الفصل 490 دعف العقوبة المقررة في ذلك الفصل وعلاوة على ذلك ففي جميع الأحوال المشار إليها في الفقرتين السالفتين يجوج أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرماني من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل 40 وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر في الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من الفصل 410 السجن من 20 إلى 30 سنة في الحالة المنصوصة عليها في الفقرة الثانية من الفصل 410 السجن المؤبد ثم هذا الفصل هذا اللي هو الفصل 411 النص دياله تأكد عن العقوبات اللي كانت طبق مثلا على الأب ديال الطيفل أو أمو أو جدو أو جددو اللي عنفه باعتباره هما الأصول ديال هد الدري في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والرابعة من الفصل 410 دياله تأكد عن العقوبة الإعدام بمعنى هنا العقوبة على الأصول هي عقوبة مشددة هي يعني الأصول اللي كانت تكبو الجريمة ديال العنف ضد الأطفال قبل من 15 سنة كتكون العقوبة ديالهم أشد غادي نمشيوا الآن لفصل 412 وغادي اللقاوة كينص على أنه من يرتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن المؤبد فإذا نشأ عنها موت يعاقب الجاني بالإعدام كي يقول لك ودي هنا الجناية ديال الخصاء العقوبة ديالها المؤبد أما إلا تجعل هذا الجناية ديال الخصاء موت لمجني عليه غادي تولي العقوبة هي الإعدام الفصل 410 يعاقب بالحرس من شهر إلى ثلاث سنوات وغرام من 200 إلى 500 درهم ما نسبب لغيره مرضا أو عجزا عن الأشغال الشخصية بأعطائه عمدا وبوسيلة كانت بدون قصد القدل مواد تضر بصحة فإذا نتجعل ذلك مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية تتجاوز مدته عشرين يوما فعقوبة الحفص من سنتين إلى خمس سنوات ويجوز علاوثا على ذلك أن يحكم على مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق المشار إليها في الفصل ربين وبالمنع من الإقامة من خمس سنوات إلى عشر وفي حالة ما إذا نتج عن المواد التي أعطيته مرض لا يرجى برؤه أو فقد منفعة عضو نوعاهة دائمة فعقوبة السجن من خمس إلى عشر سنوات أما إذا نتج عنها الموت دون أن يقصدوا الجاني فعقوبة السجن من عشر إلى عشرين سنة هنا كي نصليك على أي وحدة أطلل شي وحدة أخر شي مواد ولكن ما قصد شي قتله هذا شي مواد كلاها أو استعملها أو خدمها وإنتج عليها ماذا؟ إنتج عليها آهة مستديمة أو عجز عن العمال أو ما إلى ذلك هنا كتولي العقوبات مختلفة على حسب درجة العجز عن العمال وعلى حسب نوع العهل المستدامة والخطورة ديالها وما إلى ذلك وبالتالي كتولي الحبس أو العقوبة الحبس من شهر حتى الثلاث سنين ويقدر توصل حتى العشرين سنة أما الفصلة بعمية وارباطعاش فنصه ما يلي إذا كان مرتكب الجرائم المشار إليها في الفصل السابق أحد وصول المجن عليه أو فروعه أو زوجه أو المستحق في ميراثه أو من له سلطة عليه أو المكلف برعايته فعقوبته على التفصيل الآتي في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل الرابعة 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 من الفصل الراب هذه هما ظروف تشديد عقوبة إعطاء مواد نتج عنها واحد لها مستديمة أو عجزة للعمال الأصول أو الفروع أبحى الآباء أو الأبناء أو الزمراء أو أي واحد عندك عليه سلطة لو عندك عليه معاه قارة بعائدية فهنا يتعتبر هذا الضرف ضرف مشدد للعقوبة وكتبه للعقوبة اللي منصص عليها في الفصل 413 مضاعفة على حسب الحالات اللي قلنا من قبل الفصل 415 إذا ارتكبت عفواً هالجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيقه الظاهير رقم 59380 بشأن العقار على الجنايات ضد صحة الأمة يعني قال لك هذه المواد قبلت تعطوه مثلاً منشي تاج منشي شركة منشي أي في النطاق الاقتصادي كي يتبق القانون خاص ليه هو القانون ديال الجنايات ضد صحة الأمة وذلك القانون ره خطير حتى هو أكثر من هذا القانون الجناي في العقوبات يتوفر على عدر مخفض للعقوبة إذا كان القاتل أو الجرح أو الضرب قد يرتوكي بنتيجة استفزاز ناشي عن اعتداء بالضرب أو العنف الجسيم على شخص ما بمعنى العقوبة كتولي مخففة على الجاني اللي كيرتك بالعنف أو القاتل أو إلى خير ذلك لأنه هو لتعرض بداية للضرب أو الاجتفزاز بالعنف هنا كتخفف عليها العقوبة حسب الفصل 416 من القانون الجناي الفصل 417 كان سعلا أنه يتوفر عدم عدر مخفض للعقوبة في جريم القاتل والجرح والضرب إذا ارتوكي بإيبات نهارا لدفع تسلقين وكسر سورين وحائطين ومدخل منزل وبيته مسكونة وحادي ملحقاتهما أما إذا حدثت ليلا فتضبقوا أحكام الفصل 125 الفقر الأولى هنا كي يقول لك مثلا الضرب والجارح والعنف والقتل في النهار لترتكب بشأنه كتجري على شفر مثلا بغيط لعل شي ضار أو لشي حاجة هناك كتخفض لك العقوبة أما بالليل إذا كان مثلا شي مجري هناك التعفاء حسب الفقر الأولى من الفصل 125 كما شفنا من قبل هاتش اللي كان في هذا الفيديو سنكمل الفصول في حلقة قادمة بإذن الله